ممكن تكلم؟ ما باكلمش حد ايها بس ده لو الجن ابن العفريت واعمل حسابك اي تجاوزة سجله في محضر رسمي ويتضاف على فاتورة المتهم ساعتك ايه بتعقد الموقف مات الكلام يا نبيل الله يرحمه هو مين الكلام خده على حجز يا قدر بما ينفعش سيادتك اتحط فيه تحرك يا عسكري ونفذ الامر بقولك مفيش هاكل ولا شرب في الحجز ولا تليفونات ولا مؤمنات قمنا بالأزبين اعرفكم بنابيل بول بول طلعوا لي كل ملوش لأزبه وبره لأزبه ساعتك للاسف الناس دي معاها حق ابو العز الدفراوه هياخد افراج بمجرد ما تعرض عن نيابي لا اذا ما قدرناش نوصل لطريين المخدرات او الفلوس لاش الوقفة دي هنا حضر بقاش دي الانفع في قلب السجاير ولا خرطوش والسجاير لو عايز تدخل اكل الحجز عليك وعلى حضرة الزابت لو حضر الزابت قال اه يبقى اه حضر الزابت قال لا اه بقى الف اهنا وشفه على بدنك يا برينس الداخلية الحكاية مش مستهلة دا كله على بعض ربع كفة عمى وانت عارف كفة لما بتبرد بتدهنن وتجلد وبتبليعش ما تتعبش نفسك معاي عايز تدخل اكله ويهزوكنا عليك وعلى حضرة الزابت طب فين مكتب الباشا مكتب الزابت هناك اهو ماش لا بس خليك انتي معاها نشوي ما تسبيهاش لا لا موش كلان طويلة هنا لسه قاعد بس واحد امه ما هسيبه بس الخير يا باشا شكل ساتك مشغول يا باشا السلام عليكم هكلمك تاني استنى عندك تعال امرك باشا عايزي ولا حاجة ساعدتك يعني طلب تافع كده بس لقيت سيادتك مشغول فاحترنت نفسي وقلت امشي ومالك باصص في الارض كده ليه خجل يعني هبت ساعدتك يا باشا الله مصلى عن النبي وبعدين العيمة تعالش عن الزابت معروفة ولا عشان انت قابلنا قبل كده وخايف افتكرك يا باشا مقابلت ساعدتك شرف يعني بس انا لا اسطح حكم مطلقا طب يا خفيف طلع علي كل اللي في جيوبك وحطوهم هنا على المكتب انا اتقلب كده عادي في الاسم سمعتني؟ عضل يا باشا اهو عضل يا باشا معقولة معقولة ورقينوا واحدة السوب يوم meille لفضله عاضلى باشا هاهدا لقيها اليومين دولا طيب تراية الشراب في كعب الجزمه ولا شراب ولا قتل فانيلا هي قتل فانيلا دي بالذاتة باشا بقى محتاجة حاوة عشان احط فيها فلوس هو فيها باشا انا كل اللي انا عاوزه بس ادخل ابوها الكفتة قبل ما تبرد بقى حاضر يا باشا السجارة ما بدخنش سجادة مش عايد بالسجار دي ولا انا ناظرة ضعف لا دي امانة باشا امانة زي خجل امانة وخجل قال قلتلي انك عاوز تدخل ابوك الكفتة قبل ما تبرد ده ازا ما كانش داء ساعتك لو الموضوع ده داء ساعتك انا ممكن اقنعي السوم بكرة واحد اياخد سباب ينفا في اخريته يا باشا بطلت تضرب المتين جنيه من امتى اسايد من عشر سنين واقتر ساعتك أسعدك تعرفني فعل سيدة بدومة وشهرتك سيد بشارين حد ينسى الظابط اللي جابوا برضو عرب دقق فيها كويس وما تخافش نقطة الزاوية الحمراء افتكرت أنا عمال أقول عمال أقول يا باشا من ساعة ما دخلت الوش نادر بيه فين أيامك عفريت أنا آسف يا باشا قصد يا باشا يعني والله يا باشا كانت غلطة وطي الشباب ومن ساعة ما خرجت من السجن وأنا ماشي جنب الحيط بصيت يا باشا إيه رأيك بدل ما تدخل الأكل ده لأبوك انت تاخد الأكل وابوك وتروح بهم على مصر والله ده يبقى قرم كبير من ساعتك يا باشا أو اشتغالة سيد احنا ننظر مش معقول ساعتك يعني أبويا ممسوك في كمين بعربية مسروقة ورق مضروب وفوق اسجرة حشيش وتقول له هاخده أروح ده لو بابا نويل مش هعمل معاه الوجب ده فرص سنة صح تقدر تعتبرني بابا نويل وركز معايا با عشان معنديش وقت مركز ابابا مارك راسمس يا سيد ظهرت قوي باشا نعم الزاوية هابين يوير عنيزي المطبخ نظيف وصعب نوصل لعملها أنا استخدمت كل خبراتي الأمنية للأسف ما وصلش لحاجة أنا كمان معرفتش أوصل لحاجة مع الراجل اللي بكلمه في الدخلية عشان أبو العيز الضفراوي طيب تحب ساعتك تكلم الشيخ عابد يروحوا رجالتو خلصوه؟ لا 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 بلاش الناس دول سنة ما نشوف أبو اليزيد هيا باليين طيب ما ساعتك يعني تكلم جمال بيه ممكن ملاش بجمال بيه لأن ظروفه صعب أول يومين دول أوامر معليك نفس الحاجز اللي فيه أبوك أبو العز الضفراوي وده تاجر كبير قبضنا عليه مبارح في كمين المخدرات لكن للأسف رجالتو يدروا يهربوا بالبضاع والفلوس وقت مهاجمتنا اليوم يا أولاد الأهل يا عيبة نعم يا أوساخ قصدي أوساخ كاملة باشا فلو عرفت تتصاحب عليهم وتجيب لي منه أي معلومة عن مكان المخدرات أو الفلوس هخليك تاخد أبوك في يدك وتروح طيب ولو طريق ناصح ساعتك بقى ومعرفتش هطلع منه لو بحق ولا بباطل برضو هقف جنبابوك وهزبطه المحضر زي معادك سيد أنا الموضوع ده بالنسبالي مسألة حياة وموت طيب يا باشا ما كنت زاقته عليه أي حد من المخبرين بتوعكم وهو على الأقل هيبعرف يدخلوا منين المرشدين محروين يا سيد وظاهرات ما خلتش يا باشا لا يا حبيبي المخبرين بتوعنا أبو العز ورجالته عارفينهم كلهم نعم أنت لسه محدش جاب خبرك وحتى لو جابوا خبرك تراجل سوابق أبوك معبود عليه كأنك عملت أي مصيبة ودخلت له جوه ولما تخش بقى عايزك تواجد معاه وانت وشطرتك ممكن بقى كباتين شاي تاني واربع كبدة بصل بس عشان نوز المسائل يا عسكري عسكري ليه؟ تخشي ما منينا باشا خلي محضر التزوير والبطاقة دول عندك لحد مطلوبهم منك ما تحطهمش عباق المحاضر إلا لو حصل تفتيش مفاجئ وساعتها بقدم محضر راكم وارد تحت عمر ساعتك يا فنم شاكله سخصر لنبوه ياكل الكفتة الواحدة بص يا برينس المخدرات الزبط اللي فوق زققني عليك عشان تقول لي في المكان المصلحة والفلوس اللي هربتهم في الكمين أنا بقى أخدته على قد عقله وقودته وجاي أقولك عشان تاخد بالك عبيت أنا عبيت أنا عشان أسمع كلام الداخلية طب إفرد إنك قلتلي في المكان الحاجة وأنا بلغتهم أقولك وكمان جيتش هت ضدك في المحكمة هتنفعني بقى الداخلية لما رجالتك تضربني بالنار وأنا خارج من المحكمة عيبة باشا الكفتة جلدت يا أبا مم أجيب لك سفن تهدم ممكن بعد ما تقري فينجان سالم جيد تقريلي أنا كمان فينجان ما دام ما ها ما بشوفش غرفينجان واحد في اليوم وبالحاجزة حسونا وماله نحكز النظام حلو شكل فينجانك يخوف يا سالم بيه ربنا يسطر إيه الأخبار؟ سالم بيه ممكن تعافيني؟ إيه الأخبار وحشة أوي كده؟ جدا شايف هي ما؟ شكرا شكرا